حذر رئيس وزراء اقليم كردستان نيتشيرفان بارزاني اليوم الخميس من ايدا خفية وجهات لم يسميها تريد خلق فوضى في اقليم كردستان عبر ركوب موجة التظاهرات مشددا على ان السلطات في الاقليم ستمنع المؤامرة واضف بارزاني ان التظاهرات حق طبيعي لجميع ولكن خلق الفوضى وحرق المباني الحكومية والمقار الحزبية لا يكون ضمن اطار التعبير عن الرأي مؤكدا على احترامه لقرار الاحزاب التي انسحبت من حكومة الاقليم واتبع بارزاني ان هناك اياد خفية تحاول احداث فوضى في اقليم كردستان وانهم جادون في منعها مردفا بالقول ان هناك جهات تدعم تلك الفوضى وان السلطات الامنية في الاقليم وشعب كردستان سيواجهون تلك الحالات التي تريد النيل من الاقليم واشار الى انهم امام تهديد جدي ومؤامرة اكبر من انه ثم تصورها مؤكدا ان ما جرى في حدود محافظة السليمانية محاولات لتقويد الامن والاستقرار في كردستان